أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان معكم أخكم ومحبكم إلياس تبارك الله عليكم عائلتنا المتواضعة الجميلة عائلة إلياس نيوز جمجموا ولا تخمموا غدين بدول يوما عمسيدي غدين جيبوا اتجاه المعاكس الرأي والرأي الآخر غدين جيبوا ما يقال هناك في الصحف الجزائرية غدين علقوا على ما يسمى برموز الدولة الجزائرية باش منعطل لكم مش الوقت عمسيدي غدين مشو مباشرة عندنا خمسة دير الفقرات اليوم كالعادة ولكن ذاك الشيخ في فضريف ما تخافوش ما تخلعوش شوفك لعبة عين ممنوع الأطفال ممنوع النساء الحوامل غدين بدوا بالجزائر وان الجزائر وان كتقول الجزائر ولكن ما تديوش عليها إلي كانت اللغة فيها راكاكا فهو ملكة بينها إلي كانت اللغة فيها قلة الحياة وفيها لكشي ديالولاد تمنال أفضار ليهضار عليها الشيخ شامس الدين فما تديوش رماشي مني أنا منهم هما الجزائر قوة ضاربة تغضب أتباع المخزن كيقولوا هذه صفحة كبيرة غدية المليون كيقولوا اليوم وصل الحديث عن تصريحات الرئيس تبون حدود الهيستيريا والتكالو ما يؤشر على أن الجهة التي تدير هذه الحملة المصعورة قد تلقت ضربة موجعة للغاية وهي الآن تلجأ إلى كل الوسائل الخبيطة للنيل من الجزائر حبر التطاول على رموز الدولة الجزائرية ممثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عبد المجيد تبون اللي ما عرفه ولي كان يقولوني مجيده والجيش الوطني الشعبي الجيش الوطني اللي ما عنده تعالى قبل وطنية الخيانة والتباعية التامة للمستعمر وللمجوث نعم كيقولوا نكمل لكم المقال هذه الجهات وحتى لا نبقي القارئ يضيع فكره ووقته في البحث عنها لا يكتر خيرهم نشتكر الدن البال وكي نبقوا فيهم حتى لا يضيعوا يعني وقت القارئ الجواب هناك يقولوا في آخر المقال هي فرنسا والكيان الصهيوني وبيدقهم جار السوق المغرب شكرا 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 لنحن عرفنا ثلاثة مذكرتوش أولاد الحرام جمهورية القبائل التي تأمن تحت وطأة العسكر مذكرتوش فرنسا لماذا تحتافل بالجماجم دياللي كتسميهم بالشهداء الجماجم متحف الشهداء ننتو ما بين قوسين الشهداء بجماجمكم يتصورون بجماجمكم يتباهون إذن غيدكروا هكا فرنسا والكيان الصهيوني والبيدق المغرب ولكن وقفوا عند فرنسا كيف ما كيتهموا المغرب بعدة اتهامات والدعاءات لا أسس لها من الصحة وليس عليها أي دليل يتكلمون على فرنسا ما يعلمه هم ونحن والعالم مثلا متحف الجماجم كما سبقوا وذكرنا هادوا ببواتكم واجدودكم كس قولو أما احنا كنعرفوا هاد الفئة هادي ماشي الشعب الجزائري واحد الفئة واحد النسبة احنا ما نقولوش حالي قلب نصديرها خمسين في المائة وثمانين في المائة لا 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 احنا خليناكم انتو ما تشعدوا على نفسكم والشيخ شمس الدين الجزائري اللي قال لأن فرنسا غير ربع أيام ولا خمس أيام هادي ماكرون والسم ومجد بولد الحركة فرنسا اللي كي يبلوغ يعني عدد النسم هاديا لهم حوالي 300 ألف الان في فرنسا وهادو كل يحضروه مع ماكرون كيف ما بينا لكم دا كل نهار توسيء محطوه لهم في الصندوق ديال الدعم ديالهم 400 مليون أورو يا تبون تكلم يا المدلول تكلم على فرنسا تكلم على فرنسا من اللي تجيوز تقولوا على أن المغرب قال على أن الماكر تايا من حقها تقرير المصير وكيف ما كنت تكلموا على البوليزاريو تكلموا على جمهورية القبائل إلا أنتو ما كنت تقولوا في الدستورة ديالكم تقرير المصير للأقليات مع أن جمهورية القبائل ليست أقلية تشكل تلود في الجزائر مادم كتقولوا هكا تطبقوها يعني ما تقولوا شكلام وتأتون بغيره ها؟ أو بعكسه على كل حال هنا أجيو قولوا الفرنسا لا هادو أولاد الحركة اللي كانوا يعني الخوانة يحاربون أولاد الحركة اللي كانوا كيحاربوا ضد الجزائريين وضد المغربة ما أحزب تحريروا ذلك الشيء في السنوات يعني ما بين 53 و 54 حتى نشي 62 يقدروه يهضروه ما يقدروش ولكن من كتسمع ده بوا فرنسا هذي غير لي رش الرماض على العيون هي ذكر كلمة فرنسا هلا كل حال باش نمشيوا النقطة أخرى وهي في السياق أروا تسمعوا هذا اللي هو رموز الدولة وعبد المجيد رئيس الجمهورية وكذا أجيو نسمعوا قبل ما نسمعوا أجيو تشوفوا يعني الدل والمهانة مع الرئيس ديال روسيا فلاديمير بوتين بغيس اللي مهكة على الرئيس هذا ديال سميته فإذا بيقتبوهم المدلول شوفوا شوفوا ارضوا معي لبك الدل الجفار هذا رموز الدولة رموز الدولة ما قلنا جاهل ليه دابا معهم كلامه كثير من الأشقاء يعني اليوم مسلمين أمرهم الجزائر والمساعدات متع الجزائر كثير من الأشقاء اليوم مسلمين أمرهم للجزائر مسلمين أمرهم المساعدات ديالجزائر صوروا معي شكو اللي مسلم أمره والأمر يسلم لله هذي بعدها شكو اللي غيسلم أمره للمساعدات ديالجزائر حنا غادي نكمله المقطع الجزائر بلد اللي هي والتي كنت تسمى الآن طابورستان والتي معروفة بالطوابير وأقول والله وبالله وتالله لا نزيد على أي أحد في العالم حينما نقوله بالصورة وبالصوت وكنضلوا وكنتفرشوا كنبدلوا مجهودة كثيرة باش نشوفوه يعني في جميع القنوات هنا وهنا كالطابورات على الزيت على الدقيق صورو الغاز بلد الغاز كيديروه الطابورات يعني الصفوف على القراعي ديالغاز نكملوا معا مسلمين أمرهم الجزائر والمساعدات من الجزائر بالنسبة ليبيا بالنسبة للساحل بالنسبة للسحراء الغربية وبالنسبة القضية المقدسة نتعنا اللي هي القضية الفلسطينية ليبيا أوكي انتم ما مسلمين أمرهم لكم ليبيا الله ينزل عليكم اللعنة لأنكم مجهودوا كتكذبوا وكتتحروا الكذب ليبيا مسلمة أمرها لكم مش قربكم الليبيا قاعدك الخوات مشيتون السودان مشيتون مصر ما تشي واحد ما أعطي لي ما أعطيكم جرام ديال القيمة الساحل مسلمين أمرهم لكم علاش ما تقولش يمجيدوا على أن إرهابي الساحل جنوب الصحراء هما اللي مسلمين أمرهم لكم من ناحية ديال تكتعطيهم أموال الشعب الجزائري وانتو ما مسلمين أمركم لهم باش تنفدوا بهم عمليات إرهابية في الساحل وتخوفوا بها بعض الناس ومرّة مرّة تديروا بها اغتيالات علاش أمجيدوا ما تكونش واضحة على أي ساحل انت تتكلم هلاش آخر تكلم قال لك على هذه هي الخطيرة بزاف الأرض المقدسة قال لك قال لك على فلسطين قال لك مسلمين أمرهم المساعدة ديال الجزائر فبالله واش هادا رئيس واش هادا رئيس جمهورية واش هادا يستحق أي جرام ديال الاحترام ولهذا فراظيمير بوتين كيش تقوي دا كيدلوا ليهم كالجفاف ولهذا بني كنقولو عليهم هادو على أنهم عملاء مطبعين مع المجوس مع دولة المجوس مع أحفاد الخميني وخامينائي والسيستاني وزيد وزيد فكيقولو على أن هادو مجرد ديشيان ليهم كيتمسح فيهم الرجل وخايفين باش ميمشيوش للحبس وتحكمو بالإعدام نظرا للخيانة التي اقترفوها في حق الشعب الجزائري وفي حق إفريقيا ما زالوا حتى الآن الجزائر تموت والحراكي إن شاء الله ربما الشهر هذا أكتوبر حسب يعني الهاشتاغات اللي يطالق الجزائريين يبدأ الحراك باش الناس يقدروا ياخدوا الاستقلال ديالهم الجزائر ليست مستقلة بعد الجزائر محتلة من طرف العسكر محتلة من طرف الشنغريحة ونزاره ومدين وغيره 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 والجايدي وزيده وكمل على هذا تبون هاد العميل الكراكوز هاد البهلوان اللي جايسكي مسلمين أمان ليش نكملوا لي أنني ما بغيتش انتقال لقص الحول يالله يخليكم بسبب المغرب قرار أحمق ومتهور داروه جينيرالات الجزائر يعني كيف ما عرفنا جميعا الآن على أن الجارة الشرقية للمغرب علنات انسحاب يلهمناش من بطولة كأس أمم إفريقيا الكرة اليد رجال اللي مقرر باش يتمضم في مدينة العيون وقلميم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية داخل الصحراء المغربية قل لك السيدية على أن الجينيرالات ديال العسكر عطوا تعليمات ديالهم المنتخب الجزائري باش ما يشاركوش بدعوة على أن هاد البطولة هادي تقام على أرض متنازع عليها وتصوروا معايا أنا تبحث بعض الخبتاء ديال الدوباب الإلكتروني اللي كيبغوي على القعلية أنا مشي مشكل غير ما تسبوش باش ما بلوك يكونش واش أرض متنازع عنها متنازع مع من العيون وقلميم شوفوا العيون عبالله قارنو شوفوا في الصورة شوفوا العيون كديرا متنازع عنها مع من قال ليك مع منظمة الوهم من المنظمة إرهابية ديالقياطن والعجاج والعقارب والفاعي يا عباد الله هاد شرا كيهب المتنازع على وهدا مشي هو الاستفزاز بعينيه شوفوا قلميم وشوفوا العيون عبالله وقارنو احنا كنشوفوا نديروا المقارنة العيون ماشي مع مع القياطن وهادي لا نديروها مع وهران ومع الجزائر اللي والله العظيم يا إخوان دك نار بينسكهم مقطع ديالتبون هذا مجيدوا بنفسه قال ليك شي 8 سنين كده كان كيت تقطع على أنا وهران كيمشيوا اللوطين ما كيلقوش بش يدوشوا وهران العاصيمة دي 15 سنة كان لما يجي مرة في الأسبوع ما عشر سنوات ولا هقلع كان لما مكانش لما يجوا دياف يدخلوا الفندق يا هلا السبعة ولا ثمانية يبغي يغتسل يدربين درج ما كان لما فالحماق والهبال كي يديروا همارن مقارنات بحال ده باشي واحد مثلا أنا أعطيكم مثل إلى كان يجي في محله بحال من اللي كتقارن وحده شريفة عفيفة بنت دارهم بنت عائلة محترمة وكتجي وكتقارنها مع وحده عاهرة شدة يعني الطرق وطور بحال هادو كله في 8000 أفضار اللي كان في العاصمة الجزائر اللي يتكرر فها كتلقى وحده كمسخة حشاكم أعزكم الله وكتبغي تقارنها معه فإن السيف لا ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصة مجرد المقارنة إهانة ولهذا احنا كنفعله بعض المرات ولكن بزابك اللي غيقول لي في الكومنتر بلما تعصب وتحرق دمك السي إلياس فمعروف على أن يعني تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب ولكن جمجموا ولا تخمموا بارتاج والله يخليكم لأنك نلاحظ على أن البرتاج ربما تعقزوا شوية ما علينا الحمامرة وما أدراك ما الحمامرة سيداتي وسادتي كيصعدوا كيطلوا عني فمزيان اليوم في منظر الأمم المتحدة وكيستغرق يعني في الكلام دياله على الصحراء المغربية فحلا مخليها لجدوا كتر من القضية الفلسطينية اللي كيقولوا على أن فلسطين فلسطين وكيغني على فلسطين كيف ما درتبونه كيف ما سمعتوه فالمقطاع دياله بشوية العمامرة سيداتي وسادتي خصصوا حد حي الزمني الملب في الصحراء كبر من اللي تناولوا كيف ما قلناه في القضية الفلسطينية ودعا إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير شوف أنا من اللي كنقول على أن هدولة الحركة ولاد الخوانة من اللي كنقول على أن يدعو إلى تقرير المصير تشاركيها على الصحراء المغربية داخل المملكة المغربية ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن عضوية الجزائر في مجموعة عدم الإنحياز وكي يقول على أن البلد دياله مراقب في القضية وليست طرفا زيما احنا المملكة المغربية مع منظمة صندلية كأننا زيما في حرص طرف في حلقب وعلى أنهم هما كيف ما سمعتوه غير مراقب وإحنا ماشي طرف ويصف المملكة المغربية بالدولة المحتلة والمتعنتة هكا بالحرف سيداتي وسادتي وزادوا قال الحمامرة زادوا قال على أن القضية لن تجد طريقها للحل إلا بتفعيل مبدأ تقرير المصير هناك نقول للحمامرة تفعيل أو مبدأ تقرير المصير يخصوا يكون الجمهورية القبائل وتقعدوا معاهم في الطاولة ماشي تقولوا على أنهم إرهابيين وحركة المكة فالوقت اللي فرنسا قد تستقبلهم وفرنسا ما تعرفها بهم أجيوا دوروا قولوا شي كلمان فرنسا يكذا كلام منطقي إلا كنت فيكم القرام بيال الرجولة وقد فمكم قد دراعكم قولون فرنسا حيضوا لك المتحف ديال الجاماجين اللي هدرنا عليه اللي كتشوفوا المصيبة لك الحلح كذلك ما تشجعوش وما تعطيوش 400 مليون أورو نولاد الخوانة ولكن ما يقدروش علاش لأن هادو أولاد الحركة اللي في فرنسا اللي هما أولاد الخوانة كانوا يقاتلوا في الجزائريين وفي المغاربة هادو هما أعمام وجدود أخوان الشنغريحة وتبون والحمامرة وقاع هاد الخوانة والعملاء أعداء الأمة نعم سيداتي وسادتي وأنا أعيما أقول وفي الختام ديال لك الوقفة دياله والصهيل والناهيق الذي نهيقه اليوم هذا الحمامرة علن على أن الجزائر كتأيد قرار قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية بلا ما تفقصوا بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية المعترف بها من طرف واحد علما أن المملكة المغربية ترفض أي تدخل للإتحاد الإفريقي وتؤكد على حصرية الملف للأمم المتحدة وشهدوا إخواني وأخواتي ماشي أولاد الحرام الجمهورية العربية الصحراوية يقول لك نحن هاي طارفوا مراقبين يقصوا بيناتهم ونحن حت بغينا يكون السلم والسلام والأمن وكذا في المنطقة بغينا هم يقعدوا بيناتهم باش يفكوا المشكة يا أولاد الحرام البوليزاريو صنعتهم في فندق في غرفة فندق سنة تلك 74 وانتم قاعدين كالضرب الويسكي وجبتوا الحتالة الانفصاليين حتالة أمتنا أوساخ وجراتيم وكلاب أهل النار من الخوارج واستعملتموهم كما أنتم أحذية في أرجل المجوس وأرجل كبار فرنسا كذلك هم أحذية ونعال في أرجلكم يا أيها المافيا والخبتاء إذن سيداتي وسادتي لأنني اليوم يعني صراحة مبغيش نعطيش عاصير كيفما كنتشوفوه بالحب والحنان والعقف والوئان فانتقدوا بكل مصداقية وبالواقع وبالدليل ما كان سبوا حد ما كان عيروا حد ما كان جنة ولا حد فإلياس نيوز يتكلم بكل واقعية وبكل صدق وصراحة وكما أنتم تحبون يعني أنا أحبكم وأطلعوا الناس على الحقائق التي قد تخفى على بعضهم أو جلهم أو كلهم خاصة من الشعب الجزائري الذي يموت جوعا وكمدا وحصرة تحت وطأة الاحتلال وبين السجون وبين الصفوف والطوابير إذن سيداتي وسادتي نرجو الله تعالى أن يكون مع الجزائريين الذين هم يعملون من أجل تحرير بلديهم ومن أجل أن ينجح الحراك الشعبي المقدس في الجزائر وإدخال العجزة إلى السجون والله إلا تسلح لي يتسيري في اللغة العربية قصر اللي يشافي يقولي أحافظ سبحان الله هو زمن الإقاري قاري لا تشكوين بالله مهي تحية لكم معكم احترامي وتقديري كان معكم أخوكم ومحبكم وليس في هذه الحلقة المستعجلة التي ما يباقي أرغب برطفال لكم في أمين الله الله أحفظكم كيف هي أمة المغربي كيف هي دولة المغربي كيف نعيش عيشنا كراما أو نموص كراما تحية للمغربي همنا دهد الأناب تبنا نرج السلامة في سبى العلياء كنا همجما زراء